السلام عليكم في وصفة جديدة معي راسين كويزين اليوم راح نحضره مع بعض شيش تووق بصدر الدجاج اللي هو عبارة عن دي بروشات بصدر الدجاج متبله على الطريقة اللبنانية نبدأ مباشرة في طريقة التحذير وايضا في المقادير ناخذ صدر الدجاج الى كبير ناخذ صدر واحد الى صغير ناخذ اثنين نقطعوه بهذا الشكل مربعات صغار نغسله جيدا نصفيوه من الماء اللي فيه بعدها نزيد له زيتون حوالي ثلاث ملاعق كبار نزيد له ايضا ملعقة كبيرة من عصير الليمون زوج فو صوص كبار من الثوم يكونوا مسكرفجين ولا مربيين ارقيق الملح على حسب الذوق ايضا فلفل اسود او البزار ايضا المعدنوس والدبشة او القصبر يكونوا مرحيين فقط الاوراق ما نديروش معهم العيدان نقطعوه مرقيق حوالي ملعقة كبيرة ونحتفظوا بالباقي نستعملوه في النهاية للتزيين نخلطوا المقادير مع بعض جيدا بعدها نغطيوه ونخليوه يتحط ساعتين على الاقل لانه كلما كانت المدة كبيرة اللي رح يترقد فيها رح يجي احسن لانه تدخلوا لماغيناد الداخل او التتبيلة رح تدخل فيه بعد ساعتين على الاقل نجبدوه انا هنا درتو في الثلاجة نجبدوه يكون جاهز عندنا باش نطيبوه ناخدو عيدان شوى هنا ما نشرح نستعملو كمية كبيرة لانه رح نديرو العيدان نقسموهم على ثنين رح نديروهم صغار باش يكفيو نقليوهم في المقلاة قبل ما نديروهم في الفور طبعا نعمروهم بهاث الطريقة من بعدوه مش على بعضاهم كي ما راكم تشوفو كل عود شوى رح نقسموه على ثنين رح ندير فيه جزء من اسفل و جزء من اعلى بهاث الطريقة نكملو كل الكمية اللي عنا بنفس الشكل بعدها نروحو باش نطيبوها على نار متوسطة نحطو كمية من الزيت كي تسخن نبدو نحطو فيها عيدان شوى اللي كنا درنا فيهم الدجاج اللي كنا درنا له التتبيلة نحطوهم يتقلو جيدا ونقلبوهم على جميع الجهات باش يتحمروا لازم يطيبوه جيدا في المقلة كي ما را نشوفوه يتحمروا على كل الجهات بعد ما يتحمروا على كل الجهات ياخذوا هذا اللون الذهبي نروحو على جهة واحد اخرى ناخذوا بلاطولي يمشي في الفور بعد ما نكونوا شعرنا الفور على ميتين درجة من تحت ومن فوق نستفو فيه طماطم هنا أنا اخذي تحب طماطم قطعتها بعد ما قشرتها طبعا وغسلتها نقطعوها دوائر بهذا الشكل نديروها هي تكون القاعدة اللي راح نحطو فوقها عيدان تاع الدجاج صدر الدجاج اللي كنا تبلناه نستفوهم كامل على شرائح طماطم ثم ناخذوا التتبيلة اللي كنا حطيناه فيها اللي تبقات ونفرغوها كامل عليه من فوق بعدها نحطوه في الفور كما قلنا حتى يتشرب كامل لاصوس اللي حطيناها فوقه نتحصلوا على هذا النتيجة كنا نحطيناه في الفور يبقى حوالي نص ساعة في الفور من عشرين دقيقة إلى نص ساعة من عشرين دقيقة نتحصلوا على هذا النتيجة كما نشوفوه باللي الشكل تاعه رائع الذوق تاعه أيضا بزاف بنين وسهل في التحضير يمكن نقدموه مع ديبات يمكن أيضا نقدموه مع سلطة ويكون طبق كامل إن شاء الله تجربوا وصفة اليوم وتعجبكم بإذن الله إلى اللقاء مع وصفة جديدة معي راسين كويزين شكرا شكرا